السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً متابعين الكرام مرحباً منكم في الحققة الأولى من تكاتف توكس بودكاست جديد من شركة تكاتف عمان معكم هلال المعمري البودكاست هذا سيتحدث عن مبادرات ومشاريع لشركة تكاتف عمان بالتركيز على فكرة النمو والتطور الشخصي وهي الفكرة الأساسية في العديد من البرامج والمبادرات التي تقدمها في تكاتف عمان في هذه الحلقة من الحلقة الأولى من البودكاست سنبدأ من البداية من البرامج الدراسية من الخطوة الأولى التي يخطوها الطلاب في دروب الدراسة ودروب الاستعداد للمهنة من خلال برنامج رواد تكاتف وهو برنامج أسسته شركة تكاتف عمان وما زالت تديره وليس هناك من أفضل من سيحدثنا عن هذا البرنامج وتجربة البرنامج أكثر من الخرجين من البرنامج الناس والطلاب الذين تخرجوا من البرنامج ومروا بمراحل مختلفة نرحب بضيفتنا في الحلقة الأولى الفاضلة نجد الرئيسي أهلا وسهلا نجد أهلين يشرفني الحضور معاكم أستاذ هلال شكرا من استضافتي معاكم أهلا وسهلا شكرا لحضرك معنا أنا أعرف أن البرنامج برنامج رواد تكاتف فيه عدة مراحل ولكن اليوم ونبدأ الحديث عن بداية دخولك لبرنامج تكاتف كيف بدأت البرنامج آه تمام طبعا أنا من دفعة 2014 للبرنامج آه على دفعتنا إحنا كان البرنامج يبدأ بعد صف العاشر فعلى نهاية صف العاشر وإحنا نحضر للصيف أمي شافت منشور إعلان عن برنامج الصيفي لرواد تكاتف البداية كانت غير متوقعة توجهاتي أنا على صف العاشر كانت غير ونهاية المطاف كان مكان ثاني بس مثل ما قلت لك أن المشوار ابتدأ بمنشور شافت أمي في الجريدة فهي حبت أن أستغل فترة الصيف اللي هو فترة البرنامج الصيفي في شيء بتعلم مهارة اللي هي كانت اللغة الإنجليزية أنا كنت من محبين اللغة كنت أحابة أتعلم لغات بس الإنجليزي بالذات بحكم الأفلام والكتب اللي كنت أقرأها كنت واجد مهتمة باللغة فهي حتى كانت حابة أتطورها الشي فيني فشافت أنه فرصة ثلث تسابيع في الصيف في الجامعة على هذيك الأيام كانت دفعتنا في الجامعة الإلمانية كانت توحدة مفتوحة فهي قالت أنه خلص ثلث تسابيع فرصة أن أتعلم وطور من هذيك المهارة بس أنا التوجهاتي أبدًا ما كانت هنا على هذيك الأيام كنت حط أحلام وتخططات ثانية بس سجلت في البرنامج هي كانت تقول لي والله طالبين من الش النص الفلاني أكتبي كذا حضري كذا وأنا اللي هي كانت تطلبها كنت بس أحاضره وما أحطف بالي والله وين بي انتهي فينا المطاف يعني where is this leading فدخلت البرنامج الصيفي اللي هو الأول مرحلة من مراحل البرنامج بالضبط دخلت البرنامج الصيفي وأنا ما كنت حطف بالي مثل ما قد لك أي توقعات لأن البرنامج إيش بيكون من بلاقي هناك كيف المنهج بيكون بس حطف بالي إنه والله هذا شيء مفروض عليه ثلث تسابيع عليه أقضيها أديها واجب وأخلصها وبعدين والله نكمل الصيف وبعد ذلك كيف تعاملت كيف تفاعلت مع البرنامج بعد ما دخلت فيه طبعا قبل ما نبدأ البرنامج إحنا بدأنا باليوم التعريفي للبرنامج ومن وقتها حسيت إنه اللي كنت حطلنا أنا في بالي اللي هو معاهد تعليمي أو يعني معاهد لغوي غير عن طبيعة البرنامج أو الخطة اللي هم كانوا حاطينها للبرنامج يعني من اليوم التعريفي شفت الطلبة الثانين طبعا استغربت إنه كانوا جايبين طلبة من جميع أنحاء السلطنة يعني كانوا الطلبة جايين مسافرين يعني ما أخذين مسافات لين وصلوا اليوم التعريفي حتى فشفت أهمية البرنامج للناس الثانية اللي حواليني ومن ناحية استغربت بس في نفس الوقت كان عامل محفز إنه أشوف إنه ناس من خلفيات يمكن مختلفة بس كلهم العامل المشترك اللي ما بينهم هو الرقبة إنهم يتعلموا إنهم يوصلوا كان حب التعلم أيوه فمن اليوم التعريفي حسيت إنه أوكي يمكن هذا الشيء شوي أنا أقدر يعني أتفاعل معه أتفاعل معه طيب هذا يذكرني بشيء أنا كنت حبيت إنه أشير له في الحديث عن فكرة أو مفهوم النمو وهو أن النمو أحيانا أو تطور يحدث بوعي أو بتخطيط منه وأحيانا بدون تخطيط مسبق فهذا أعتقد يبدو ما حدث عندك أنت بالضبط أنا ما أقول لك إنه ما كان فيه تخطيط للمرحلة المقبلة كنت بعدني في الصف العاشر فكان عندي تخطيط إنه والله السنتين الجايات آخر سنتين من المدرسة مرحلة مهمة مرحلة مهمة كيف بيكون شكلهم مثلاً كنت حاطة في بالي توجه للجامعة بعد المدرسة كنت حاطة في بالي نمط معين بس ما كانت ما كان برنامج تكاتف أبداً في هذه الخطط نعم فمن هالناحية أي وتوجهي ما كان للبرنامج ومرحل يعني النمو اللي صدر من البرنامج نفسه ما كان مخطط من هالجهة بس أنت تأجيل نفسك أنت أساساً مستعدة من ناحية الشخصية من ناحية المهارات أصلاً للتفاعل مع ما يقدمه البرنامج أنا العوامل الخارجية تحفزني وتأثر فيني كثير فمثل ما قلت لك من أول يوم من اليوم التعريفي لما شفت الطلب الثاني لما شفت ليس ليس أول جهاز الإداري للبرنامج لما شفت تفاعلهم هم مع الطلبة ومع البرنامج وشغفهم للبرنامج هالشي يحفزني فكأنه لما فيني رغبة أني أريد أتعلم يعني كان فيني شوية كيوريوسي شوية فضول إنه والله وإش هالبرنامج وإش كل هذين الناس اللي جايين من خلفيات مختلفة بعد فيهم ما بينهم عام المشترك اللي هو تعلم وما بس كان أنا كنت حاط في بالي إنه تعلم والله تعلم لغوي فقط بس طلع أنه لأ تطوير شخصي بشكل عام فأتوقع أن مثل ما قلت لك لأني شخصي يحفز العوامل الخارجية هالشي يحفزني جذبني للبرنامج جميل فأنت اللي تحدثتين عن بداية مراحل برنامج الإثرائي اللي هنا في سلطنات عمان ولكن نعرف أنه أيضا في البرنامج يستمر ممكن تحدثين عن المراحل الأخرى اللي سبقت اختيار للبعثات دولية طبعا من بعد البرنامج الصيفي أو اللي هو أول حلقة في مسيرة التعلم هذه يجي بعدها مرحلة تعلم ذاتي فمثل ما قلت لك أنا شخص واجه أثر بالعوامل الخارجية والمحفزات الخارجية فلأني كنت في بيئة فيها فيها طلبة حفزوني يمكن على التعلم ومدرسين حفزوني على التعلم وما بس على التعلم طلعت فيها على أسلوب جديد للتعلم طبعا أنا جاية من خلفية متعودة على نوع أو أسلوب واحد اللي هو الأسلوب التقليد للتعلم فدخلت للبرنامج الصيفي وشفت أنه لا في بحر كبير للمعرفة أو للعلم يعني ما شرط فيه نمط واحد للتعلم بس فلأني تحفزت من البرنامج الصيفي بديت أطلع أكثر أو أحاول أثري نفسي أكثر ما بس بالجانب المعرفي لا طرق التعلم نفسها فقضيت مرحلة التعلم الذاتي طبعا استغلتها كنت المفروضة أسوي واجباتي والمدرسة لأنه كان كنا بعدنا مكملين على الصف في الصف 11 بس أنا حسيت نفسي أنه أغلب الوقت كنت منغمسة فيها الأسلوب الجديد للتعلم فالمرحلة اللي بعدها هي كذا قديناها كنا نتعلم الكتابة كنا نتعلم التفكير النقدي وكتحبة فكرة أنه أنا مستلمة زمام القيادة جميل طيب هذه النقطة مهمة جدا اللي هي مسألة أن الطالب هو يقود عملية التعليم والتعلم خلال هذا البرنامج أنت مثلا ما ذكرت البرنامج في حلقات أو مراحل بعد برنامج صيفي هناك برنامج التعلم الذاتي وثم في ختامه هناك ورشة اللي هي كانت ورشة الورشة الشتوية اللي هي كانت ختام مرحلة التعلم الذاتي التقينا فيها جميعا كنا نفس الشي كانت الوقت كان أقصر يعني مقارنتنا بالبرنامج الصيفي كانوا يومين فقط كأنه التقينا فيها مع الأصدقاء اللي قابلناه بالبرنامج الصيفي ونفس الشي قدمنا عروض وخضنا مهام سوينا مهام وقدمنا عروض ونفس الشي كانت كأنها آخر حلق آخر فرصة أنك تقدم كل اللي عندك قبل مرحلة الاختيار يعني كأننا يطلع الموضوع من سلطرتك إذن هذه المرحلة هي المرحلة الثانية من البرنامج الإثرائي اللي هنا هي في سلطنات عمان وهي مرحلة اختيار الطلاب الذين يحصلون على البعثة الدولية ويسمون رواة تكاتف الدوليين طبعا تحصلت على بعثة دولية الحمد لله وهو ما يسمى برواة تكاتف الدوليين ممكن تحدثينا عن عملية الاختيار وحصولك على البيت إنك خلاص بتنتقل إلى مرحلة أخرى الدراسة في الخارج هذه المرحلة كانت مثل الحلم لأنه إحنا مثل ما خبرتك قبل ما أعرف أساسا عن البرنامج كنت حطى تصور أو يعني فكرة في بالع عن السنوات الجاية كيف بتكون آخر سنتين من المدرسة وبعدها الجامعة كنت حطى مقرب حتى أحس أن كل شيء كنت أسوي يعني غير عن الدراسة كان من نوعا ما يثري هذا التوجه جميل بس بعدين بدأنا تكاتف بدأنا البرنامج الصيفي بدأنا مرحلة التعلم الذاتي وتغير هذا التخطيط كله يعني صار التوجه ثاني تماما طبعا ما عرفت طرقنا الموضوع قبل بس في البرنامج الصيفي أو لما دخلت البرنامج الصيفي ما كنت أعرف أنه في بعثة فكل هذا التعلم هذا يعني الفضول اللي جاني كان لأنه شفت بيئة تعلم جديدة بس ما أنه كان والله طمعا فحافز البعثة كان ما كثير مهم في الموضوع ما كثير أحس أنه كان شيء جيد و it worked out in my favor أنه ما كان عندي هذا التحفز أو هذا الطمع قبل ما نوصل الضغط اللي هو الطمع في البعتة أحس أنه هذا الشيء في النهاية أنه يمكن تتحط في بالك تخطط أو تخيل والهدف و you're chasing the end goal النهاية الهدف بجوني مش الرحلة مش التجربة وما تتمتع بالرحلة نفسها نعم فأحس أنه كان يعني هذا الشيء كان من صالحي أنا أنه ما كنت حاط في بالي البعثة النهائية بس طبعا هذا الشيء بس طبعا هذا الشيء يتغير كثير من بعد ما خلصنا البرنامج الصيفي ومرحلة التعلم الذاتي وعرفت أنه لا الحين فيه يمكن حس التنافس شوية بدأ يلعب فيني فما أنه بس فقط أريد البعتة بس ما كنت أريد رحلة التعلم الجديدة هذه تتوقف وتنتهي نعم يعني حسيت أنه بعد ما جربت سلوب ولمط حالة التعلم هذا ما كنت أريد أرجع للنوط التقليدي جميل جميل جدا ننتقل الحين أتكلم طبعا أنت انتقلت إلى مرحلة الدراسة في الخارج ولكن إضافة لمستمعينا هنا أنه برنامج رواد تكاتف يشمل على البرنامج الإثرائي هنا في سطنة عمان اللي هو ذكرنا عن البرنامج الصيفي وما بعده وبعدين تم عملية اختيار الطلاب اللي يحصلوا على بعثات دولية فيذهبوا إلى مرحلة دراسة في الخارج سنتين في مدرسة ما تسمى مدرسة داخلية وبلغة الإنجليزية boarding school ثم مرحلة الدراسة الجامعية مرحلة الدراسة في المدرسة الداخلية هذه ربما شيء جديد تماما على طلاب العمانيين تجربة غير متعودين عليها فإذا ممكن بس تحدثينا عن كيف بدأت في هذه المرحلة أيوة طبعا المدارس المدارس العالمية أو المدارس كيف أقول الداخلية لا المدارس الأجنبية بشكل عام ما كنا نعرف عنها غير اللي نشوفها في الأفلام أو اللي نقرأه في الكتب مثلا بعدين نضيف عليها فكرة أنه لا مدرسة داخلية فوق ما أنه مدرسة برع البلد لا مدرسة داخلية فطبعا ما كنت أعرف عن المدارسة الداخلية كثير فقضيت هذه الفترة اللي بعد ما عرفت فيها من اللي تم اختيارهم للبعثة قضيتها وأنا أبحث كل اللي أقدر أحصلها من فيديوهات ومن كتب من مقالات ومن مواقع وتجارب طلاب ثانيين في المدارسة الداخلية بس عشان شوي أستوضح الطريق شيء أكثر يعني وين رايحين وإشاء كيف نوعية المدرسة من بقابل هنا كيف أسلوب التعلم هل بيكون نفس النمط اللي الحين بديت تعود عليه مع تكاتف أو كيف بيكون فهنا إذن دخلت مسألة التخطيط شوي أكثر أيه وبالضبط يعني والمعرفة وبالضبط بديت أخطط مثل ما كنت أخطط قبل قبل ما يدخل أو يدخل برنامج تكاتف في الصورة كنت حطم أخطط والله كيف الآخر سنتين من المدرسة وكيف الجامعة بتكون بديت أخطط أكثر الحين والله كيف المدرسة الداخلية بتكون كيف أقدر أستغلها وأعد نفسي للمرحلة الجامعية من بعدها فقضيت مرحلة فيها إثراء النفسي نعم طبعا في مرحلة المدرسة الداخلية أنا من معرفتي بالبرنامج يعني والطالب يذهب إلى مدرسة مع ممكن ربما أكثر من طالب آخر من البرنامج فكيف كانت تجربتك؟ تحدثيني عن تجربة الدراسة في المدرسة الداخلية والمدرسة وأيضا تجربتك بشكل عام أنا درست في مدرسة هن هي مدرسة داخلية في الولايات المتحدة طبعا المدرسة اللي أنا كنت فيها كانت طبعا هي غير نمطية لأنه هي مدرسة داخلية بس فيها جزء من الطلاب اللي هم الطلاب الداخليين وفي جزء نفس الشيء من الطلاب يسموهم day student أو طلبة النهار يعني طلبة يكون موجودين فقط فترة النهار بس بعدين يرجعوا البيوتهم يعني هم يكونوا من المنطقة المحيطة فكانت شوي المدرسة اللي أنا رحت لها شوي فريدة من نوعها عكس المدارس الداخلية اللي مثلا كل الطلاب يسكنوا هنا كل الطلاب يسكنوا فيها بالضطط فهي كانت فريدة من نوعها من هالناحية حضرت المدرسة مع ثلاثة من رواه التكاتف فإحنا كنا أربع من دفعتي أنا من دفعة 2014 اللي حضرنا المدرسة مع بعض نعم فهل هاي التجارب كانت مختلفة؟ هل يمكن مقارنة التجارب؟ كيف كانت التجربة؟ أبلا يمكن ما ريد أتكلم بالنيابة عنهم بس أحس مع أنه إحنا كانت طبعا لما التقينا أول مرة في تكاتف حاسينا أنه يمكن ما بيننا فروق لأنه كل حد جاي من منطقة في عمان كل حد خلفية مختلفة كل حد يمكن توجهاته كانت مختلفة أو ميولة أشي اللي هو يريد يدرسه في الجامعة وإلى آخره بس طبعا الاختلاف هذا ما يعني أي شيء لما أنت تكون في محيط غير عن بلدك هناك بس تشوف العوامل اللي مشتركة ما بينكم فلما وصلنا هناك كنا كلنا إحنا عمانيين طلبة حاصلين على بعثة فالمفروض أن هذه العوامل المشتركة ما بيننا يعني الواحد ممكن يفكر أنه يمكن أن تجربتنا تكون متشابهة على الأقل بس من خلال تجربتي أنا أقدر أجزم لك أن رحلتي أنا ويمكن تجربتي أنا في المدرسة كانت غير عن يعني كل حد فينا كان تجربة فريدة فريدة أيو نعم أيو كيف كانت تجربة فريدة بالنسبة لنا تخبرينها من أي ناحية أولا لأن مثل ما خبرتك المخطط اللي تتونى كنا بعدين نرسمه يعني من خلال للطلاع والاستكشاف والبحث هذا أنه كيف المدرسة الداخلية بتكون وكيف ممكن تساعدني على في المشوار الجامعي من بعدها طبعا هذا كل تغير تغير أول ما وصلت المدرسة لأن بيئة الدراسة تغيرت مرة ثانية يعني أنا كنت حطه في بالي أنه يمكن تكون قريبة من اللي تعوت عليه في المدرس يمكن ما تقليدية بس يمكن قريبة من اللي تعلمت عليه أو تعوت عليه في مشوار تكاتف بس كانت تجربة جديدة تماما يعني ما كان في شيء ممكن يعدني لها مع أن حاولت أنا أعد نفسي والبرنامج حاول يعدني بس لأن الدولة مختلفة اللغة مختلفة أنا من بعد تكاتف كنت أفتكر نفسي أنه خلاص لغة الإنجليزية مية مية بالمية بس وصلت هناك وكنت بيئة حقيقة يعني كل حد يتكلم اللغة وكل حد لغة الأولى أو لغة الأم هي الإنجليزية فهذه كانت نقلة نوعية بالنسبة لي ما بس من ناحية التحدث من ناحية التعلم بعد إحنا كنا متعودين على تعلم مختلف مثلاً مواد المواد العلمية حتى الرياضيات كانت كلها بلغة وصلنا هناك بلغة مختلفة تماماً يعني صرت أرجع أعلم نفسي مصطلحات وما متعلمينها يمكن من الصفوف الابتدائية فكان يمكن كان صدمة أول أول فصل أو أول كم أسبوع من أول فصل لين نتعود ما بس من ناحية محلة التأقلم طبعاً تحدثتي عن تجربة المدرسة الداخلية وكيف كانت تجربة مختلفة وشخصية لك بالنسبة لك وبالنسبة للآخرين فهل ممكن تصلتي وتضعي الضوء على أهم شيء أو أهم جزئية في مرحلة المدرسة الداخلية اللي عززت نموك وتطورك خلال هذه المرحلة يمكن هم شيئين يخطر العقل على طول لما سألتني هذا السؤال أول شيء هو الخيارات المتاحة يعني الخيارات المتاحة ما من ناحية المنهاج الدراسي فقط من ناحية النشاطات والنشاطات والأشياء الأسرائية إلى جانب الدراسة يعني حسيت أنه كانت فيه اختيارات عديدة سمحت لي الفرصة أساساً أني أنا أرجع لنفسي واستكشف أساساً إيش ميولي فهذا الشيء الأول هوايات وأنشطة الهوايات والأنشطة والأشياء اللي تسويها من بعد المدرسة لأنه طبعاً كل مدرسة داخلية تختلف بس مدرسة الداخلية كانت تحط أهمية كبيرة لوقتك أو حياتك ما بعد الدراسة أو يعني وقتك في اليوم ما بعد الدراسة أنت تخصص كم من ساعة من يومك في المدرسة وتقرأ وتتعلم وغيرها وتكون في الصف بس بعدها اللي يحدد هويتك نفس الشيء إيش الأشياء اللي تسويها خارج المدرسة أو خارج الصف فهذا كان الشيء الأول الشيء الثاني هو بيئة وطريقة تعاملك مع الناس اللي تقابلهم في المدرسة العوامل الخارجية هذي غير عن اللي أنا كنت متعودة عليها مثلاً غير عن النمط التقليدي في عمان فحسيت أن الحواجز اللي ما بينك وما بين الشخص اللي تكلمه سواء كان طالب ثاني سواء كان مدرس سواء كان حتى مدير المدرسة يمكن شوية ثلاشة أكثر ما يحسسك أن أنت طالب يحسسك فقط أنك أنت فرد عندك معلومة أو عندك فكرة أو رأي تريد تبديه وبعدين يمكن إحنا نتناقش يمكن أنت صح وأنا صح فحسيت أنه هذا الشيء هم اللي أحدثوا نقلة بشخصيتي فترة الدراسة في المدرسة الداخلية في المدرسة الداخلية فالتجربة في مرحلات المدرسة الداخلية مثل ما ذكرت كانت أعطتك مساحة كثيرة من التجارب والاختيار والأكاديمي وغير الأكاديمي أيضاً وأيضاً عملية التعامل مع المدرسين مع الزملاء أو البيئة المحيطة بشكل عامل هي فيها مدرسة فيها زملاء فيها إداريين وغير ذلك فمثل ما يمكن ربما يعني أذكر للمستمعين أيضاً أنه البرنامج يوجه الطالب نوعاً ما في عملية الذهاب إلى المدرسة الداخلية ولكن الطالب هو اللي يختار الجامعة والتخصص فكيف هذه المرحلة قادتك للمرحلة اللي بعدها اللي هي مدرسة الدراسة الجامعية أتوقع نرجع لموضوع الخيارات اللي كانت متاحة لأنه كان عندنا خيارات كثيرة من ناحية الدراسة من ناحية المنهج التعنيمي وبعد الأنشطة اللي ما بعد فترة الدراسة أنا توجهت أكثر للمواد أو تخصصات اللي كانت تثري فضولي فأكثر مادتين حسيت أن انجذبت لهم كانت كانوا هذه الفترة مادة الفيزياء ومادة يسموها بالعربي علوم الإنسان بس الترجمة مما كثيراً هي الأنتروبولوجي وكانت يعني من العوامل اللي عززت اهتمامي لهالمجالين أو هالتخصصين هو علاقتي مع الأسات أو أسلوب التعليم فحسين دين كنت أستمتع أو أتحمس أني عندي هذه الحصة عشان أروحها لأن طريقة التعليم والأشياء اللي كنت أتعلمها كانت مثرية بالنسبة لي يمكن شلت من بالي لما جاء الوقت أن أختار الجامعة شلت من بالي النهاية أو بعد التخرج يمكن قبل ما أدخل البرنامج قبل ما أدخل تكاتف العامل اللي كان يحفزني أكثر على التخصص أو اختيار التخصص الجامعي هو والله الحياة ما بعد الجامعة إيش أريد أدرس إيش هو الوظيفة أو المسار المهني وخلاص هو هذاك بس لما دخلت المدرسة وكان عندي المساحة أني أثري فضولي وأشوف أساساً أنا وين أتوجهها وإيش المواد اللي أميل لها بغض النظر عن المهنة أو التخصص في الجامعة أو غيرها أو إيش الشيء اللي ممكن هذا التخصص يقود إليه شفت أنا إيش اللي أنجذب له إيش اللي أحس أن أريد أتعلم منه أكثر وأكثر وكانوا هم هذين المادتين طبعاً أنا شلت من بالي فكرة الانتروبولوجي لأنه قلت يمكن نفس الشيء يعني ما شيء بس درستي في النهاية في النهاية بس في البداية كنت حط في بالي أنه أوكي الاثنين أنا أنجذب لهم بس على الأقل الفيزياء يمكن يمكن ما مئة بالمئة بس على الأقل فيها نسبة توجه مهني على عكس الانتروبولوجي فلما دخلت الجامعة كان تقريباً نفس الشيء من ناحية الخيارات المتاحة طبعاً درست في جامعة تورانتو في كندا وكان شوي اختيار التخصصات هناك مختلف أنت ما تختار التخصص أول ما تدخل الجامعة على قبل العكس تكون أول سنة مثل سنة إثراء طبعاً تدخل تحت توجه يعني مثلاً أنا كنت في كلية العلوم بس ما تدخل مع تخصص معين من البداية فكملت يعني أخذت أكثر من تخصص أخذت أكثر من تخصص وأخذت أكثر من مادة يعني مادة أيو بس في النهاية سبحان الله رجعت للفيزياء ولأنه كان عندي المساحة أن يتعلم أكثر غير عن المواد الأساسية شفت نفسي أن أخذ مادة ورى مادة في الأنتروبولوجي نفس الشيء يعني في النهاية درست الشيء في النهاية درست الشيئين مرة ثانية في الجامعة نوعاً ما مختلفين عن بعض مختلفين تماماً ما بس نوعاً ما مختلفين تماماً عن بعض بس حسيت أنهم يثروا جوانب مختلفة مني حسيت أن أنا حابة أتعلم أكثر طيب يعني هذه طبعاً المسار كثير يعني تحدثت عن كل المراحل بغيت أنهي الحديث عن المرحلة الجامعية وبسألك سؤال آخر إيش اللي فرق في المرحلة الجامعية يعني تكلمتي عن مرحلة للدراسة هنا في عمان برنامج إثرائي واختيارك للبعثة بعدين مرحلة الدراسة في المدرسة الداخلية الآن مدرسة الجامعية سوريا عظلاً للمرحلة الجامعية إيش اللي كان نجد في هذه الفترة إيش اللي ميزها إيش اللي تعلمت إيش اللي تغير طبعاً أقول لك عبارة بالإنجليزية وأحتاج مساعدة تكنية أترجمها العبارة تقول أن بمعنى يعني إلا هو الإطارات التدريب والمساعدة اللي موجودة أنك تمشي بها خلاص صراحت فأنت بنفسك الآن تخور يعني ما عندك شي you don't have something to fall back onto مثلاً في البرنامج الصيفي في البرنامج تعلم الذاتي في المدرسة الداخلية كنت بعدك محاط أنت ب community أو بنظام دعم بنظام دعم أيوة أول ما تطلع من المدرسة الداخلية أول ما you step one فتح الحياة الجامعية تخطي خطوة واحدة في الحياة الجامعية كل هذا لا يوجد لا يوجد أيوة كل هذا ينأخذ منك خلاص أنت عرفت حقيقي فكرة أن you are on your own يعني أنك أنت تكون مسؤول عن نفسك وحياتك من الألف إلى الياء نعم فكل قرار تتخذ يرجع لك نعم لا تأثير بشكل أو ثاني هل هذا كان تحدي أو إضافة الأثنين أوكي لأن أنا استمتعت كثير ويمكن لما أرجع أفكر بمسيرتي مع برنامج رواه تكاتب يمكن مدرسة المدرسة الداخلية كانت أكثر فترة ممتعة بالنسبة لي بس أكثر فترة نوعية أو أكثر نقلة نوعية حدثت لي أيام الجامعة أوكي لأن كل قراراتي كنت أنا أتخذها وكل عواقب كنت أنا بعد أستلمها في النهاية بالله فأكثر فترة حدثت فيها تغيير شخصيتي كانت في الجامعة تغيير ونمو في الجامعة نعم طيب هذا اللي بننهي فيه يمكن الحديث إلى أد المال اللي هو فكرة البرنامج اللي عندنا في البودكاست هو الحديث عن النضج والنمو فرأيك بعد ما تحدثتين عن تجربتك كيف تنظري له الحين بعد الحين تخرجتي من ثلاث سنوات تقريبا أيو رأيك في الرحلة هذه بعد هالثلاث سنوات من التخرج وست سنوات من البرنامج رأيي في النمو يمكن نرجع للنقطة اللي الحين كنا نتكلم عنها اللي هي التغيير والنمو أتوقع قبل ما نتطرق الموضوع النمو لازم نفهم الموضوع التغيير يمكن من كل الكلام اللي تكلمنا عنه وكل الموضوع اللي تطرقنا لها شكنا أن فكرة التغيير أساساً ما إحنا إحنا ما نتحكم فيها شيء خارج نطاق تحكمنا أو سيطرتنا عليه سواء شئتها أو أبيت التغيير تغيير بيحصل 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 يعني أما النمو هو طريقة تجاوبك أنت مع هذا التغيير اللي يصير تفاعلك مع هذا التغيير اللي يصير لأي درجة أنت تسمح التغيير هذا أنه يأثر فيك يغير من شخصيتك أو أنت لأي درجة أنت تسمح لهذا التغيير أن يأثر فيك أو من شخصيتك للأفضل جميل فإذن هذه ربما هي بالفعل يعني جملة عميقة أنه النضج والنمو هو حاصل أو نتاج تفاعلنا إحنا مع الأحداث وليس فقط حدوثها حولنا بالضبط بالضبط فيها وهي التحكم الشخصي الخيار الشخصي لأن التغيير لا تتحكم فيه أما تجاوبك مع هذا التغيير فيه خيار شخصي وهذا التحكم والإيجنسي اللي ذكرت هين قاد نجد حاليا في هذا اليوم وين تقدي نفسك في هذا الرحل للحين I keep an open mind إذا تعلمت شيء من مسيرتي مع تكاتف هو أن أنت تقدر تخطط بس دايما لازم تبقي حيز أو مسافة الأشياء أو التغييرات اللي أنت ما تتحكم فيها خارج تخطيطك أيوه فالشيء الوحيد اللي أنت تقدر تتحكم فيه هو أنك تخلي you're open to experience وأتوقع أن من كل هذا هذا الشيء اللي يمكن بخض معي I'll take it with me wherever I go is to keep an open mind and to really be mindful of your response أو تجاوبنا إحنا مع التغييرات اللي تصحوا علينا هل هناك شيء آخر قبل ما ننهي الحديث يعني تحب تضيفي نجد؟ وامتناني للبرنامج شكرا شكرا أشكركم أنت واشكر القائمين على البرنامج وأشكر كل زملائي وكل شخص كان له تأثير علي مسير التكاتف شكرا جزيلا نجد على وقتك اليوم وأنك حدثتين عن رحلتك بكل شفافية وكل صراحة وكل أيضا يعني إضاءة عن تجربتك مع برنامج رواب التكاتف شكرا جزيلا لمستمعينا أيضا اللي ينضموا لنا في أول حلقة من بودكاست تكاتف توكس البرنامج أو البودكاست يستمر إن شاء الله في الحلقات القادمة وسنستطلع ونتعرف أكثر على فكرة النمو أو النضج من زوايا مختلفة بالحديث عن برامج ومبادرات أخرى قدمتها شركة تكاتف عمان شكرا جزيلا نتمنى تنضموا معنا في الحلقة القادمة بإذن الله